دعا صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر إلى تركيز الجهود للتعريف بأنماط الحياة التي تسهم في تجنيب الإصابة بالأمراض المزمنة وتكثيف الحملات التوعوية التي تحد من انتشارها وخاصة مرض السكري واليات التعامل معه لا سيما وأن معدلات الإصابة به عالميا تشهد تزايدا مستمرا في السنوات الأخيرة وأكد سموه على ضرورة الاهتمام بالبحوث والدراسات التي تطرح آخر ما توصل إليه العلم الحديث في التعامل مع الأمراض المزمنة وعلاجها والوقاية منها وتكثيف قامة المؤتمرات التي تسلط الضوء على الأمراض الوراثية والمزمنة والاستراتيجيات اللازمة لعلاجها جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر لقدبية صباح اليوم لمعالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس لعلال الصحة ورئيس جمعية السكري البحرينية حيث قدم لسموه أعضاء اللجنة العلمية والإعلامية لمؤتمر ومعرض السكري الرابع الذي استضافته مملكة البحرين مؤخرا تحت رعاية كريمة من لدني سموه وخلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي قامت بها جمعية السكري البحرينية والمجموعة الخليجية لدراسة داء السكري في تنظيم هذا المؤتمر الهام الذي تناول أحد أبرز أمراض العصر وأحدث الأساليب للوقاية والعلاج مؤكدا سموه دعمه ومساندته لكافة التجمعات والمؤتمرات الطبية التي تستهدف تبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات الصحية والطبية لمختلف الأمراض لما لذلك من أهمية في دعم جهود الحكومة على صعيد توفير أحدث نظم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل الوصول إلى أفضل الأساليب للتعامل مع مرض السكري وتوفير مستويات عالية من الرعاية للمرضى تمكنهم من التغلب على المرض والحفاظ على الأجيال القادمة من هذا المرض من جانبه توجه معاني الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعاية سموه الكريمة لأعمال المؤتمر الأمر الذي كان له عظيم الأثر في نجاح المؤتمر وشكل حافزا للعديد من الجهات والخبراء على المشاركة فيه مؤكدا أن دعمه ومساندة سموه لكل ما من شأنه تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال وجعلت البحرين تحظى لأن تكون مركزا طبيا حيويا في المنطقة